والمزيد حول ختم أعمال الدورة الستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية نتعرف عليها مع مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور وزير الخارجية المغربية الذي تترأس بلاده الدورة رقم مئة وستين لمجلس الجامعة العربية وبحضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية وقد تطرق السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في البيان الختام إلى ما جاء بالأمس من مباحثات مع السيد وزير الخارجية اليابانية في اللقاء أو القمة التي كانت بين الحوار السياسي العربي الياباني وما أكد عليه الوزير الياباني بخصوص القضية الفلسطينية بأنه لا يجب أن يتم الكيل بمكيالين إزاء القضايا الدولية وأن ينظر إلى قضية كالقضية الأوكرانية بطريقة وبمفهوم وبنظرة معينة ولا ينظر بنفس هذا السياق وبهذه النظرة إلى قضية مشابهة كالقضية الفلسطينية حيث أن ذلك يخل بالنزاهة الدولية تجاه القضايا الدولية المشتركة لا يوجد إقليم مميز على إقليم آخر والقضية الفلسطينية كالقضية الأوكرانية في نظر الوزير الياباني ويجب أن يعمل الطرف الفلسطيني كما يعمل الطرف الأوكراني أيضا شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية بموقف الجامعة العربية من تبني سياسات واضحة وتحويلها إلى أعمال واقعية على أرض الواقع بخصوص القضية الفلسطينية وأكد على ضرورة التصدي لما يحدث للشعب الفلسطيني وكان من ضمن حديثه الحديث عن المواطن المقدسي الذي يتعرض لانتهاكات يومية في مقدراته الحياتية اليومية من تمس لهويته ومضايقاته في حياته اليومية ومحاولة تغيير البنية الديمغرافية للمدينة العربية وقال الأمين بأنه يجب الالتزام ببنود القانون الدولي وبالشرعية الدولية وبنصوص مبادرة السلام العربية إزاء القضية الفلسطينية وأيضا رجوع أو إرجاع الحق الفلسطيني لأصحابه على حدود دولة فلسطين حدود عام 67 أيضا تم التطرق من خلال الوزير المغربي إلى القضايا العربية المحل الصلة والقضايا الشائكة التي تمس الأمن العربي حاليا كالقضايا الأمن المائية التي تتعرض له المنطقة العربية ومشاكل هذه القضية الملحة على المنطقة العربية كنهر النيل وكنهر ديجلة وما يشابه من هذه القضايا ذلك جاء من أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الصحفي الذي عقد نهاية اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إليكم المايكروفون